وكيف يكون القضاء العالم بأسلوب إدارة الجلسات يعلن الجميع ويتسع صدره لأبعد مدى ويتسع صدره لأبعد مدى ويؤكد كل ذي حق الحق ودائماً وأبداً سيبقى القضاء المسلم بخضاته فخراً لهذا البلد وأمن وأمان لأعلاقه كما أننا سمعنا إلى مرافعة من الادعاء العام المدى المكترع لتفاعل جؤكد دائماً عن أن النيار العامة ينقص مشاريع في كل الدعاء لم تطيلة ولم تزيدة على ما قاله أستاذ الدكتور عبدالف عامشان في مرافعة وجيزة سيادة رئيس سنة نهارة ورشقين عن وقائع المنظوم المتهم ثم الدفورة أكبر وموجب شيء جديد لصرق الهيئة للإذكاد جديدة وتم التجراءات المعينات والتأخير من الزراعة ثم توقفت الهيئة تماماً عن فصل جهازها مما دفع ألمان الجميل إلى تقامة 11 دعوة قضائيا 11 دعوة قضائيا قدر بيحافظة مستعددة ضد وزير الزراعة بصفاته أمام خضائيا طالباً وقف تنفيذ القرار السلبي للإبتناع عن تخليل عقد البيع الشركة عن الأرض وذلك لتجدت الضربات عدة من رئيس مجلس المزارة وقتدر أن تكون الهيئة خصماً وحكمة بعدما قام برفع هذه الدعاوة ذهب إلى الهيئة وقال أنتم الحكم وأنتم الخصم لكن الهيئة رفضت التعاون مع الملدان وحب لأن هناك قضايا وهذا الأمر يحول دون التعاون مع الملدان وأضافة نهابة العامة من تحديثة بإسان المتعب الزراعة لعدى لما يفتقوه نهاية ألو يفتقوه نهاية ألو يستمر الجشعي نهاية ثم قل أوف لكم ما رأيت لإستنزال وافتعدير ثم افتتر لا رحموا ولا تركوا رحمة رب العبادة تنزل على عم هذا الحقيق ومن قال هذه الحقيق هو مصير الادعاء ما يتزار محامب ولهنا سيادة الرئيس يعترف المتهم الثامن ويتمسك بإقترافه لتقديم ورؤوذ معطاء للمتهم الأول والتاني وسطة المتهم البارد كان يدفعها من رزق أولاد قائلاً حسب يالله ونعم الوكيل هذه الاعترافات أتت بإرادة الحب الاعترافات ليست مليدة إكراح أو فديس وبدأت هذه الاعترافات في محظة جمع الاستجدالات طب محرم محظة جمع الاستجدالات قال صفحة ستين وواحدة ستين من الضقيقات حضر المتهم إلى رقبة الإدارية بناء على استعابة الإدارية لم يعلم من خلاله سبب حدود أن نتهم حضر إلى رقبة الإدارية ومناسبة اتصال الإدارية لم يعلم لماذا هذا السبب